يا باش مهندس 6 فترات ضغط للأهلي بعدد 31 مباراة 6 فترات السنة دي السنة دي الأهلي عاش الجزئية اللي الزمالك بيشتكي منها 6 مرات 6 فترات الزمالك واجه 3 فترات ضغط طب الزمالك في 3 فترات ضغط لعب كم مباراة 14 مباراة الزمالك لعب 14 مباراة بطريقة مضغوطة الأهلي لعب 31 مباراة بطريقة مضغوطة إذا كنتوا فاهمين إنه 31 أصغر من 14 تبقوا حلوين قوي الأهلي عاش مرحلة الضغوطات المباراة المضغوطة 6 مرات فكل مرة هقولها لكم بالتفصيل على الرغم من إيه بقى سيد زبرين في نقطة مهمة إن إذا مالك استمر يلعب بعد خروج الأهلي لأنه وصل فاينة في الكونفدرالية يعني المفروض إن الضغط يزيد بالضبط يعني على المدة طبعا في كل ده محدش يسألنا عن تكافؤ الفرص ده عبس يعني تكافؤ الفرص جملة عبثية الفترة الأولى الأهلي يلعب ست مباريات في 19 يوم خليك معي عشان تراجل العلمي الفترة الأولى الأهلي يلعب ست مباريات في 19 يوم يعني مباراة كل تمنت 30 يوم بدأت مع النجمة اللبناني عربيا 13 أغسطس وخلصت معها الانتاج الحربي 2 سبتمبر هذه أول فترة الضغط ست مباريات في 19 يوم ما قالش أي ما اشتكاش ما سمعناش حد من الإعلام بيقول حرام كده ولا حد ساند ولا لجنة المسابقات زعلت الفترة الثانية لعب ثلاث مباريات في أسبوع واحد ثلاث مباريات في ثمانة أيام أقل من ثلاثة أيام يعني كل يومين ونص يومين وكم ساعة مع صطيف الجزائري 2 أكتوبر مع الترسانة 10 أكتوبر وبينهم مطش الاتحاد متخيلين أنتوا المنظر عامل إزاي دخل في الفترة الثالثة لعب فيها باشماندس سبع مباريات في 25 يوم يعني مباراة كل ثلاثة أيام ونص ما هي المعدل بدأ مع الوصل لإمارات 22 وعشرين نوفمبر وخلص مع النجوم 17 ديسمبر طيب هو لعب مع الوصل في مباراة العودة كان فيه الراجع من إين من الإمارات لا هو لعب في الإمارات أيوه لكن يعني انطلق من إين كان راجع أعتقد من أفريقيا العودة كان في الإمارات أنت تقصد قبلها كان قبل الماتش اللي قبلية بص الأهلي لعب مع جيمة أبا جيفارة 14 ديسمبر ولعب مع النجوم 17 ديسمبر بس جيفارة كان هنا في مصر أخذ ذلك كان فيه توقف قبل الأهلي مع الوصل كان فيه توقف لمصر و تونس مصر و تونس منتخ أيوه الفترة الرابعة عشان أسهم بيقولوا بترايق توقف متاخ بالضبط الفترة الرابعة لقى للعب ثلاث مباراة كمان في أسبوع واحد يعني مباراة كل يومين ونص لعب مع بيرامدز أربعة يناير ولعب مع فيتا كلاب اتناشر يناير وبينهم لعب مع سموحة تمانية يناير من أربعة لاثناشر لعب أربعة وثمانية واثناشر لما بيتقال دلوقت الزمالك يلعب تلاتة وستة وتسعة لا ما ينفعش ده كده كتير لكن الأهلي ما كانش كتير ماشي الفترة الخامسة المضغوطة للأهلي لعب فيها سبع مباريات في 22 يوم سبع مباريات في 22 يوم يعني تلاتة أيام ودي أقصى فترة ودي أقصى فترة لأن سبع مطشات وراء بعض بدأها مع عامين سنبا التنزاني 2 فبراير ده فبراير الصعيب والعصيب لأن لعب الأهلي في فبراير اللي هو حتى شهر غير بقيت شهور ربنا شهر الوحيد اللي 28 يوم أو 29 لعب فيه الأهلي سبع مباريات سبع مباريات في 22 لما يقول لك المضغوط قل له أخبار فبراير إيه الزمالك تعبان قل له سلملي على فبراير لأن في فبراير الصغير ده سبع مباريات للأهلي ومباريات تقيلة يبدأها مع سنبا التنزاني 2 فبراير وينهيها مع الجونا في 24 فبراير وبينهم أمبي والحدود والسنبا والانتاج والحربية والدخلية ثم الجونا الحدود كان يوم إيه عشان سنبا خليك بال بص لعب مع سنبا 2 فبراير لعب مع أمبي 5 فبراير لعب مع الحدود 8 فبراير لعب مع سنبا في الخارج في تنزاني 12 فبراير ده اللي أنا عايز أقولي بقى عايز أتوقف هنا أنت كسبان سنبا هنا خمسة أصل في أسباب لكل شيء كسبان وهنا خمسة لعبت تمانية وسفرت عشان تلعب 12 كانت النتيجة طبعا قديت ماتش ممكن تكون متأسب للنتيجة تقيلة اللي هنا وخسرناها 1 صفر رجع 12 اللعب كام 16 12 رجع 12 رجع 13 طبعا يبقى رجع من صفر يعني راح من صفر ورجع من صفر ورجع من صفر بيقولوا إيه مين اللي بيزايد علينا ومين اللي بيتكلم ترجع من سنبا 13 ترجع تلعب مع النتاج 16 وتروح لعب 20 وتلعب 24 فتلاقي في فبراير العصيب سبع مباريات في 22 يوم الفترة المضغوطة السادة للآلي كان فيها خمس مباريات في 14 يوم مباراة كل يومين ونص ولكو عند ساعتين مباراة كل يومين ونص إيه هما دي بقى فترة مارس وإبريل ده الدليل الحي على التعنط ضد الأهلي ده الدليل الدامغ على كراهية هؤلاء للأهلي ده الدليل الحقيقي على ضغط الناس دي على جمهور النادي الأهلي لأنه أكيد الكل فاكر الملعب الموحل بتاع مباراة القمة وانت بتفرض على الأهلي والزمالك يلعبوا 30 مارس في هذه الأرض المطرة مضطرت والعملية مش في إيدينا والملعب مستهلك وفعلا اتحمل كتير ده صحيح لكن هو سيادتك من العدل اللي انت بتمارسه دلوقت ومن المسئولية الوطنية اللي انت تحملتها مع الزمالك وتشكر عليها ومن إفساح الطريق للزمالك لأن الممثل الشرعي الوحيد للكرة المصرية في أفريقيا تشكر انت عملت ده دلوقت بس تحاول تستحي شوية وانت بتفتكر انت عملت ايه مع الأهلي وكان مسافر يلعب في سانداونز عارف عملت أهما ماتش انت لعبت الأهلي يوم 30 مارس ماتش الخمة في برج العرب في بركة مية في البركة طلع من البركة سبته يرتاح وياخد نفسه عشان مسافر لجنوب أفريقيا لا رجعته للبركة صممت انه يرجع يلعب يوم 2 إبريل في نفس الملعب تلاتين واثنين تلاتين مارس واثنين إبريل يومين يومين فاصلين يعني انت متخيلين انت عملتوا ايه في الأهلي يعني تلعب مع القمة تلعب في القمة يوم ستة يوم تلاتين مارس وتروح لعب ماتش الاتحاد اثنين إبريل ولما ترجع تلعب بعد اثنين إبريل تطلع على الطيارة تسافر لجنوب أفريقيا عند رأس الرجاء الصالح يوم تلاتة إبريل عشان تواجه ساندونز في ملعبه يوم ستة إبريل ولما ترجع ستة إبريل تخلص ستة إبريل وترجع تبقى في مصر سبعة إبريل سبك تاخد نفسك سبك تعالج أخطائك سبك تعالج المصابين سبك تهدي شوية بعد الجيم الصعب والجريب اللي كان في ساندونز لا قالك هتلعب يوم عشرة مع المقص يا عم انت رجع يوم سبعة تمانية واربعين ساعة تلعب مع المقص لابت مع المقص يوم عشرة إبريل علشان عندك ماتش ساندونز تلاتة إبريل يعني ارجع من ساندونز ومن جنوب أفريقيا يومين والعب مباراة فاخلص منها قبل يومين من المباراة العودة فلاقي نفسي لعب مباراة في الحجم التقيل اللي فيها الزمالك خلي بقى لك جنوب أفريق ده صفر رهيب زهابوا عودة وصفر رهيب ولقي بينهم كمان المقص فشفتوا الفترة المضغوطة الخمسة أو الستة كانت عاملة إزاي مرحلة القمة والوحل دي القمة والوحل اللي كان فيها خمس مباراة فاربعتاشر يوم ودي اللي مشيئة الله سبحانه وتعالف على المستوى المحلي قدر نكتعديه على خير وبالمناسبة المرحلة دي هي أحداثة هذا الدروب الكبير النتيجة السلبية العصيبة جدا وغير المسبوقة للأهلي في سانداونز خلاك أنت تقول هو فيه إيه إيه تساقط اللعبة بهذا الشكل ومحدش فكر ومحدش جاب الأرقام جمه بعض ومحدش حاول يحلل البشر دول بيتعاملوا مع الناس دي إزاي إزاي المهلكة دي شغالة هونت عضلاتك لما تلعب في الوحل يا سيد إبراهيم ماتشين وراء بعض وتسافر عشان تلعب ماتش بره إزاي أنت وصلت للفترة السادة الفترة المضغوطة السادة هي اللي كانت عملت المنحنة الكبير قوي اللي نزل بعدها الأداء بعد ماتش سانداونز وكل تبعاته النفسية لأنه فعلاً كانت الحالة البدنية وصلت لأدناها ده بالنسبة للأهلي ست فترات مضغوطة فيهم 31 مباراة بواقع كل 48 ساعة أحياناً وكل 72 ساعة غالباً مباراة كل 3 أيام مباراة بالشكل اللي انتوا شفتوه الأهلي أدى ست مباراة ست فترات مضغوطة أصعبهم وأقساهم كان مرحلة الوحل يبقى النهاردة احنا فيه أزمة عشان مش عارف تفرض هذا النظام اللي فردته علي هو ده الفير بلاي بتاعك أيوة وفيه ناس مضي على تعاهد انها هتلتزم بهذا الكلام مضيتهم بالضبط دي انت مضيته مضيت الرئيس النادي على هذا التعاهد ليه وانت مش انتو اللي اتنين مش عايزين تنفذوه عملت اللجنة لحل الأزمة وانت عارف انك مش هتلتزم بقرارها وهيطلع القرار من لجنة بالاتفاق مع رئيس الاتحاد ليه هو محدش مهتم يجاوبنا على هذه الأسئلة ليه عشان كده احنا بنخطب جمهورنا لا والله انا بخطم جمهورنا وجمهور الزمالك كل الجماهير انت مش تخطب جمهورك يا سيد براهيل انت لانت نخطم كل ناس عشان تفهم هو الأهلي ايه اللي مدعي الأهلي هو الأهلي ليه مصر طيب الأهلي مصر اتفرض عليه هذا النظام في الوقت لما طالبتوا الطرف المنافس التاني نادي الزمالك انه يلتزم بالمعدلات الزمانية اللي انتو شطار قوي وفرضينها على الأهلي في واحد وثلاثين مباراة قال لكم حاضر واتبعت لكم جواب وحطينا الجواب وتشوفوه تاني بالالتزام باللعب بالمعدلات الزمانية ديت طب هذا الخطاب عندكم انتو ليه مش قادرين تنفذوه الجواب ده سليم ولا مش سليم انتو ليه أضعف من انتو تنفذوا جواب يلزم كل الأطراف بتاعهداتها ايه مصلحتك عايز اعرف ليه هو انت ممثل انك تحل أزمات نادي بعيني وصدر الأزمات للآخرين انت بتمثل مين انت عندك جب يعني انا لما اديك جواب لو لو هب ان النادي الآلي هو في الموقف المعكوس والله ما كان حدعم من وقته خمس دهائق هيجي لك سروا سيميلة انت مديني يا اخي انت عاف انت جاعت تطلب مني ايه وبصوا بصوا اللي بيقول لك ما الناس كانت عارف ان الدورة هيخلص بعد لا والله طبما الناس كانت عارف ان عندك جوابات انت اضعف ان انت تنفذها هو انت بتنفذ التزامات خالص هو انت قادر تفرط تعهدات تنفذ تعهدات انت علمت عليها مش عايز يا براهي مش عايز مش اضعف يقدر ينفذ طبعا اللي حيحول عندي فدي المراضي عندي جواب بيتعهد لي ان انا الجالي ده مالكش دعوة بقول لك هتتزني بعد كده طب بعتلي جواب رح بعتلي جواب طب قلت لي بعتلي جواب ليه هو انتوا ليه والله ده حظ حظ الرأي العام ان نشوف الحقيقة التصرفات دي هو ده التاريخ بقى اللي لما يطلع ويتناخش ويتحلل الناس هتعرف ايه اللي بيحصل انت ليه ليه لحد النهاردة مش عايز تنفذ هذا الخطاب وخدته ليه طلبته ليه يعني كنت يعني انت لو كنت قلت له طب انا باجل كان حدا هيعمل لك حاجة اما انت بتعمل له ده انت عندك جواب وما بتنفذوكش لو عملت بقى التأجيل من غير جواب كان حجر عليك حاجة لكن الله سبحانه وتعالى حاب يظهر النواية عندك الجواب مش هتنفذه بتعمل لاجنة مش هتتزم بيه هو ده ابعتلك جواب ااجل بيه المباريات ومش هنفذو ومش هتلزمني ان انا هنفذو ده بيغمزوا ابعتلي بس جواب ليكش دعم كده شفتوا حل او وضع اكتر من كده برضه عشان نحاول نكون موضوعيين اذا كان الاهلي عاش فترات مضغوطة ست مرات هذا الموسم العصيب الصعيب الزمالك عاش هذا الوضع المضغوط سبع مرات الاهلي ولا ستة ست مرات الزمالك واجه هذا الموقف المضغوط ثلاث مرات ثلاث مرات بالزبط الفترة الاولى بالنسبة للزمالك لعب مع الداخلية 22 نوفمبر ومع الجونة 26 نوفمبر ومع الاتحاد 30 نوفمبر يعني من 22 ل 30 في التسعة ايام دول لعب ثلاث مباريات بقع ثلاث ايام طب دول ثلاث ماتشات ثلاث ماتشات فقط سبع يعني ولا الفترة التانية الزمالك لعب مع النجوم تسعة فبراير ولعب مع بيترو أتليتكو 24 فبراير من تسعة ل 24 يعني 15 يوم لعب فيهم كم مباراة خمس مباريات بفاصل زمني ثلاث ايام ده الفاصل اللي اتبع مع الاهلي الفترة الثالثة الزمالك لعب مع الاهلي 30 مارس لعب مع اسموحة 3 ابريل يعني بصوا الاهل والزمالك لعبوا سوى 30 مارس يوم الاهل يلعب مع الاتحاد 2 ابريل لكن زي ما يلعب ثلاثة الاهل كان يسافر ويلعب مع حسنية أغادير 7 ابريل ويلعب مع المصري 11 ابريل ويرجع يلعب مع أغادير 14 ابريل هل من المعقول الاهلي يلعب ست فترات مضغوطة فيهم 31 يوم من ثلاثة إلى أربعة 31 مباراة في خلال ست فترات الزمالك يلعب ثلاثة فترات مضغوطة فيهم 14 مباراة يعني الناس اللي لسه بتتكلم على الجملة السخيفة بتاعت تكافؤ الفرص تقول لي إزاي الاهلي لعب 31 مباراة بجدوى المضغوط بفاصل زمن ثلاثة مبارايات في المتوسط أو أقل وإزاي مالك لعب 14 مباراة مضغوطة أقل من 50% ولسه بتتكلمه على تكافؤ الفرص ولسه بتقول لي أصلا ده موسم استثنائي ده موسم استهبالي عايز تخلي كمان الموسم اللي جاي راخر يكون استثنائي اللعيبة واعت والناس استعبت والقوائم اتدمرت في موسم استثنائي عشان الاتحاد الأفريقي بيغير جداوله وأجندته أوه وأه وأه고요 نستحمل ليه مصممين وعندوكو الورق وعجزين ان انتو تطبقوه ليه بتعملو مع الهل كده هقولكم بعد الفاصل وده بيحصل مع الاهل ليه